اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتشرف بصحبتكم مع اشراقة جديدة من اشراقات هذا العلم وعنوانها الحديث المرسل قال الامام الناظم رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روا راو فقط الحديث المرسل تعريفه هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حذف الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا التعريف التابعي روايته اما ان تكون عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم او تكون روايته عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لرواية التابعي اي حديث لا يخلو ان يكون هذا التابعي يروي هذا الحديث او سمعه من صحابي وهذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم صورة ثانية التابعي يروي عن تابعي اخر وهذا التابعي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية التابعي عن تابعي قد تكون رواية تابعي عن تابعي واحد وقد تكون عن عدة من التابعين يعني تابعي يروي عن تابعي وهذا التابعي يروي عن تابعي وهذا التابعي يروي عن تابعي آخر عن صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقسبت في كثير أو في بعض الأسانيد أو في كثير من الأسانيد أن التابعين يروون عن بعضهم البعض فهناك أسانيد نجد أن أحد التابعين يروي عن تابعين آخر وهذا التابعي الآخر يروي عن تابعي آخر وهذا الآخر يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذن خلاصة القول رواية التابعي إما أن تكون مباشرة عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون عن تابعي آخر عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أي تابعي من التابعين أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه الواسطة فقط صحابيا أو كانت هذه الواسطة تابعيا وصحابيا والتابع هنا قد يكون واحدا وقد يتعدد كما بينا آنفا فإذا أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمي حديثه بالمرسل إذن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ مثالا للحديث المرسل كما هو ظاهر لديكم في الشاشة قول الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من أراد المدينة بسوء فأذبه كما يذوب الرصاص في النار وكما يذوب الملح في الماء وكما تذوب الإهالة في الشمس إذا نظرنا في هذا السنة وجدناه برواية زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم هل هو صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا زيد بن أسلم من التابعين فإذن هو لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وعدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه أسقط الواسطة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف من هذه الواسطة هل هو مجرد صحابي أو صحابي فقط أم هو صحابي وتابعي أم هو صحابي وتابعي وتابعي فهذا الحديث حديث زيد بن أسلم يسمى عند المحدثين بالحديث المرسل حكم الحديث المرسل ما هو؟ الأئمة السلاسة أعني الإمام أبا حنيفة وأعني الإمام مالكا والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى والكثير من المتقدمين من المحدثين هؤلاء كانوا يحتجون بالحديث المرسل يعني يجوزون الاحتجاج بالحديث المرسل وتجوزهم الاحتجاج بالحديث المرسل كما لا يخفى عليكم هذا يعني أن الحديث المرسل ليس بضعيف عندهم لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يحتج بالحديث المرسل وتبعه على هذا جمهور المحدثين ممن جاء أو ممن جاءوا بعده رحمه الله تعالى فعند جمهور المحدثين من بعد الإمام الشافعي وعند الإمام الشافعي الحديث المرسل لا يحتج به وأنتم خبيرون أن عدم الاحتجاج بحديث يدل على ضعفه لكن الإمام الشافعي لم يقل بعدم الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا وإنما يحتج بالحديث المرسل عنده أو الإمام الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا توفرت فيه بعض الشروط فمعنى هذا الإمام الشافعي لم يترك الحديث المرسل مطلقا وإنما ترك الحديث المرسل الذي فقد شرطا من تلك الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي وإذا توفر تلك الشروط أو توفر أحد تلك الشروط فالحديث المرسل يحتج به عند الإمام الشافعي كذلك ما هي هذه الشروط هذه ستقفون عليها في مطولات من كتب هذا الفن أو هذا العلم إذن هذا هو حكم الحديث المرسل بالمختصر نقوله محتج به عند الأئمة الثلاثة عند الإمام بحنيفة ومالك وأحمد ولا يحتج به عند الإمام الشافعي وجمهور المحدثين ممن جاءوا بعده هكذا انتهينا من تعريف الحديث المرسل ننتقل الآن إلى شرح كلام الناظم قال رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط قال أيها الحديث المرسل هو الذي سقط منه صحابي طبعا تعريف الناظم الحديث المرسل بهذا التعريف أو بهذه الطريقة هو نستطيع أن نقول أنه عرف الحديث المرسل باعتبار الأغلبية والأكثرية فيه لأن الأكثر والأغلب في الحديث المرسل أن الساقط يكون صحابيا وإلا نحن قلنا الحديث المرسل لا يشترط أن يكون الساقط منه صحابيا بل قد يكون الساقط منه صحابيا وقد يكون تابعيا وقد يكون عدد من التابعين فإذا المرسل لا يفهم البعض بأنه فقط الذي سقط منه الصحابي كما قال الناظم كلام الناظم هذا محمول على الأغلبية والأكثرية كما قلت آلفا وإنما هو الذي سقط منه الواسطة الذي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت تلك الواسطة صحابيا أو تابعيا واحدا أو متعددا نحن هكذا انتهينا من تعريف الحديث المرسل الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من هذا البيت والذي يتكلم عن الحديث الغريب قال الناظم رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط الحديث الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد في طبقته أظن نذكر أننا تكلمنا عن طبقات رواه عندما تكلمنا عن الحديث العزيز الحديث الغريب يكون راوي فيه منفردا بروايته في طبقته معنى هذا أنه لا يشاركه أحد في طبقته برواية لا يشاركه في رواية هذا الحديث نأخذ مثالا للحديث الغريب كما هو ظاهر لديكم الآن في الشاشة وما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا عبيض الله بن محمد التيمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء ننظر إلى سند هذا الحديث هذا الحديث رواه أنس بن مالك ولم يرويه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه غير علي بن زيد فعلي بن زيد في طبقته قد تفرد بالرواية عن أنس بن مالك أي برواية هذا الحديث عن أنس بن مالك وعلي بن زيد لم يروي هذا الحديث أحد عنه سوى حماد بن سلمة فحماد بن سلمة تفرد برواية هذا الحديث عن علي بن زيد وحمد لم يروي عنه سوى عبيد الله بن محمد التيمي وعبيد الله بن محمد التيمي لم يروي عنه غير الإمام أحمد فإذا هذا الحديث في كل طبقة من طبقاته تفرد راو بروايته وهو غريب في جميع طبقاته تنبيه الحديث قد يكون غريبا في أوله ثم يصبح مشهورا في آخره أو في أثنائه المراد يكون غريبا في أوله أي في أول إسناده ويصير مشهورا في آخره أي في أثناء إسناده وسط إسناده أو في آخر إسناده يصير مشهورا نأخذ مثالا لمثل هذا النوع من الحديث المثال قد مر معنا عندما تكلمنا عن الحديث المشهور وذكرنا لكم مثالا للحديث المشهور ها هو المثال قد عرض الآن في الشاشة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد كما هو ظاهر لديكم في الشاشة إلى آخر الحديث والحديث كما قلنا لكم مرة معنا في الحديث المشهور نحن نرى في هذا السنة وقد قلنا هذا سابقا أن عبد الله بن عمر بن العاص انفرد بالرواية عنه عروة بن الزبير وعروة بن الزبير انفرد بالرواية عنه ابنه هشام وقلنا كذلك أن هشاما روى عنه أكثر من 12 رجلا انظروا هذا الحديث في أول إسناده وهو برواية عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمر بن عاص يعتبر غريبا لأن عروة تفرد بالرواية عن عبد الله وكذلك استمرت الغرابة واستمر التفرد في الطبقة التي تليه وهي طبقة ابنه هشام فهشام تفرد بالرواية عن أبي لكن الطبقة التي بعد هشام صار الحديث مشهورا لأنه في هذه الطبقة كما قلنا لكم روى هذا الحديث عن هشام أكثر من 12 رجلا فهذا معنى قولنا أن الحديث قد يكون غريبا في أول سنده ثم يصير مشهورا في أثنائه قال الناظم رحمه الله تعالى وقل غريب ما روى راو فقط أي وقل في تعريف الحديث الغريب أنه الذي رواه راو واحد فقط في طبقته هكذا نحن انتهينا من تعريف الحديث الغريب وانتهينا من شرح كلام الناظم في تعريفه وبنهايتنا من تعريف هذا الحديث ننتهي من حلقتنا هذه أشكركم على حسن استماعكم وجميل متابعتكم وحتى نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن سابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنهم شكرا